الجيل الجديد من المحطة النووية الأوروبية المنتجة لإطلاقة النظيفة سيتطلب تعبئة استثمارات ضخمة بحلول عام 2050 هذا ما يعتقده المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيغي بريتان ففي مقابلة مع الأسبوعية الفرنسية لجورنال دو ديمانش أوضح المفوض الأوروبي أن إنتاج الطاقة النووية المستدامة سيتطلب 50 مليار يورو من الاستثمارات بحلول عام 2030 و500 مليار يورو بحلول عام 2050 ويقود التحول إلى الطاقة النظيفة لثورة صناعية على نطاق غير مسبوق ويتوقع المفوض الأوروبي أن المفعالات النووية ستوفر 15% من إجمال الكهرباء المنتجة في عام 2050 مقارنة بعشرة بالمئة في الوقت الراهن وفي سياق التحول نحو الطاقة المستدامة كشفت المفوضية الأوروبية نهاية السنة الماضية أن قابة عن مشروع يسمى العلامات الخضراء لمحطات الطاقة النووية ومحطات الغاز وهو مشروع يهدف إلى تزهيل تمويل المنشآت التي تساهم في مكفحة تغير المناخ وتساهم الطاقة النووية اليوم بنحو 26% من الكهرباء المنتجة في القارة العجوز وترى المفوضية الأوروبية أن الطاقة النووية والغاز الطبيعي عناصر تساهم في الانتقال إلى الحياد المناخي حتى عام 2050 صحيح أن تغير المناخ هو أزمة هذا العصر غير أن شهودا كبيرة تبذل لمؤشهة هذا التهديد العالمي وقد قال الأمن العام أنتونيو جوتيريش إن حالة الطوارئ المناخية القائمة حاليا هي سباق نخسره في الوقت الراهن ولكن لا زال بإمكاننا الفوز في نهايته